أتجه لك أو سيد محمود أيضاً المهم نتعرف على وجهة نظر حضرتك كخبير اقتصادي أو من زوجة الاقتصاد إيه هو أساسي وما هو ترفيهي من وجهة نظر الاقتصاد إحنا الأسبوع الماضي تقريباً كنا أعلننا بالتعاون مع حزب تجمع والحزب ناصري ومواطنون ضد الغلاء عن حملة مقاطعة لليميش وقلنا حملة المقاطعة دي حتستمر مثلاً ليوم عشر رمضان وكنا بنعني بيوم عشر رمضان أن بعد يوم عشر رمضان التاجر بيشعر بأن هناك ريسك أو في مخاطر على مقاء السلع للعام القادم وبالتالي يتخلص منها بأي سعر ممكن حتى بأقل ربحية ممكنة أو بطريقة التجار يقولك ده بيكيت تمام فإحنا حتى السلوجان اللي كنا بنعلنه إن احنا نقدر نعيش من غير يميش لكن ما نقدرش نعيش من غير عيش أنت كملته ما هو السجع واضح يعني السجع واضح تمام طب ومين أدراك ما يمكن بعد عشر رمضان برضو التاجر عارف الحملة اللي حضرات التعاملها لا 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 عامل كده يبقى سكلته أمه خلصانة أقولك كلام واضح بعد عشر رمضان التاجر يشعر بخطر على إن سلعة دي سلعة موسمية بتتباع في رمضان فقط فإذا استمرت معاه في مخزنه إلى فترة نهاية خلاص بس درم معنا كلام حضرات دمنيا إنه هو بيبيحها بسعر غير سعرها يعني ممكن يبيع أرخص من كده ويكسب ما هو أنت هنا بتتعامل مع سوء للأسف شديد غير منضبطة سوء تحتاج بس من أمن العقوبة أساء الأدب أنا أنا بقول مش عقوبة حتى على الأقل نضع ميزان عدل بين الناس هذا البلد يحتاج إلى قليل من العدل أنا عايز أقول إنهيار العدل تمام أشاش أشاش للملك طيب بس أنا أشاش أشاش بمعنى هادم للملك ابن خلدون قال كده في مقدمته قال إنه يعني غياب العدل يعتبر المعوى للأول أول ضربة في هادم المجتمعين فأنت محتاج عدل عد يعني إيه من واحد كلام حضرتك من واحد كلام حضرتك بقى نترجمه لسؤال ربما يكون ملموس أكتر معنى كلام حضرتك إنه ما فيش مظلة حماية اجتماعية متوفرة من قبل الدولة للمواطنين ضد الغلاء ده بقى الكلام اللي إحنا محتاجين نعمله بأمانة اللي هو إيه إنه أنا طموحي في الحياة الآن كجمعية أو كمحمود العسقلاني إنه ألفت نظر الدولة المصرية إنها تعمل شبكة أمان اجتماعي لو عملت الشبكة دي أعرف حقيقة الشبكة دي يعني أستاذنا طبعا دكتور عمار يعني يشرح لنا أكتر شبكة دي هي زي شبكة سيركل اللاعب لما يقع من فوق الحبل يلاقي حاجة تشيله طب أنا هقول لحضرتك على لسان بعض الضيوف اللي ربما يعني تحدثنا معهم في هذا الموضوع المسؤولين في بعض الوزرات بيؤكدوا لكن الشبكة دي موجودة بالفعل أو إنه فيه جهد يبدل من الدولة لحماية المواطنين من الغلاء والجشعة وما شابه هو طبعا بس أنا عايز أعمل كلام اللي قال عليه الدكتور غزاء وكواء وغزاء غزاء ودواء وجساء وإيواء لو أنا قدرت أعمل الكلام دي بقى أنا عملت الشبكة طبعا أولا حكا على حاجة أنا في فرق كنت راجع مسكندرية وأنا على الطريق لقيت كتاب كده على الطريقة في الكافتيريا اشتريته كتاب مكتوب عن لولاد سيلفا بتاع البرازيل قراءة الكتاب أو ربع الكتاب ونا مروح البيت تمام لقيت إنه مثلا من الحاجات الغريبة اللي عملها عمل مطاعم في الشوارع ببلاش يعني عمل مطعم في الأماكن التي ليست فيها مواقد أو إمكانيات الطهر غير متوفرة زي عشش الصفيحة عندنا كده وشيء من هذا القبيل وراح عمل المطبخ ده وناس بتخش تاكل فبيعمل إيه بقى وهنت داخل بيلاقي واحد على الباب أنت بتيجي ليه هنا يا عم تب ما نساعدك قلنا إيه الحكاية فأنا ما عنديش صنعة تب خذوا علمو صنعة حول أطفال الشوارع اللي هم كانوا أكسرية الناس المترددين على هذه المطاعم اللي بلاش تمام حولوا من طاقة هدم إلى طاقة بناء اللولاد سيلفا برضو للمشاهدين الكرام هو برضو كان أول رئيس بمثابة نقطة تحول في تاريخ البرازيل نحاول البرازيل النهاردة البرازيل بقت من عشر اقتصاديات في الدنيا لا تمام بفضل الله سبحانه وتعالى وأكيد الراجل ده ونقطة تحول وراجل بسيط عامل بسيط ما هوش يعني واحد جهب مش عارف فيه ولا بتاع اقتصاد ونقطة تحول سياسية في طريقة ديمقراطية ده لأنا أصدع ليه أكتر لا لا ديمقراطية واقتصاد يعني البرازيل انت يعني شوف البرازيل نهاردة نحن يعني نهاردة نخيل برازيل في الكورة بس النهاردة بتمر بمشاكل يعني بيقولوا انه فيه انتكاسة لكن ما علينا خلينا لأنه فيه فيه نقوص عما جرى يعني اللي عمله لولا تسيلفا بأمانة شديدة أنا بتمنى ان احنا ناخد للبرازيل قريبة الشبه من أوضاعنا الاقتصادية وأوضاعنا الحياتية عندنا اطفال شوارع زي ما عندهم كان عندهم كان عندهم النهاردة على فكرة المطاعب اللي بقولوا حكة عليها دي بقت مزار او بقت تراث حاج في تخولها للمين يعني كان زمان انت تدخولها عشان مش لقى تاكل انما خلاص انا تعلمت وصنعة ومش عارف ايه وتعوى تحولت من واحد فقير الى واحد يعني ما يصور الحال انت في مصر الان لديك طبقة متوسطة تتكر ده ممكن يحصل هنا ولا الناس برضو تخش تاكل ولا الناس تخش تاكل مش هتعلم صرعا انا قميت حياتي الان ان انا اعمل شبكة امان اجتماعي مش غلابة انا خلاص فقدت الامل في الغلابة ليه بس كده اقول لك بقى اقول لك ليه انا عايز اعمل شبكة امان اجتماعي للطبقة المتوسطة لانه انا شايف وانا بتاع شارع انا بقى لابس كارفات طبا بلا عز عشان جاي لحظة احنا عندنا طبقة متوسطة عندنا طبقة متوسطة بس بيت رايحة بتجري بسرعة الصاروخ للصور المحيط بالفقراء المحيط اللي هو ما فوق الخط الفقر مش تحت خط الفقر بتوع خط الفقر بس من سنين ربما انا عندنا خمس ست طبقات ربما من سنين بعض علماء الاجتماع شافوا ان الطبقة دي تأكل هسا عندناك في السؤال ده الصور الفاصل ما بين اللامنية والفقراء وعلى فكرة ده ازانا بانه ممكن يحصل صراع ماهداء ده صمام الامن لأي مجتمع